موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وعزائي المشاهدات أصد الله وقعتكم بكل خير أهلا بكم إلى البرنامج الإخبار المسائي هذا اليوم والذي يأتيكم كل يوم من الأحد وحتى الخميس عند الساعة السادسة مساء ونبدأ مع العناوين لهذا اليوم لليوم التاسع على ثوالي أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل البحث على الأسيرين الأمنيين الهاربين من سجن القلبوة أيهم كمامجي ومنابر انفعا ومصادر إسرائيلية تنفي صحة الأخبار عن تدهور الحالة الصحية للأسير زكريا زبيدي إطلاق صراح رجل الأعمال يعقوب أبو الكعان لشروط مقيدة وتحويله للحبس المنزلي في مدينة راهط بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله والنيابة العامة تأجل تنفيذ القرار إلى حين تقديم استئناف خلال 24 ساعة أبو الكعان متهم بالتخابر مع عامين الأجنبي ونقل معلومات لهجهات معادية بعد يوم من لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرة الداخلية أيلة شاكير تصرح رئيس الحكومة بنه من يلتقي أبو مازن فهو يدفع المال للإرهابيين في ظل إغلاق عدد كبير من الصفوف في البلدات العربية وتحويل الصفوف للحجر المنزلي الأهالي هرعون بأولادهم إلى محطات الفحوصات التي يشهد بعضها ازدحامات وحالة من الفوضى في مدينة الطيبة إغلاق محطة الفحوصات بعد اكتباض وازدحام كبير في المكان ورئيس البلدية المحامي شعاع مصار ومنصور يستنكر نشر أخبار كاذبة عن إلقاء أهالي المفرقعات على محطة الفحوصات ويصف هذا النشر بالأمر المعيد تضمر في سخنين حول قانون مساعد يفرض الضرائب على الراغبين في بناء دول جديدة وأهالي يصرحون لقناة هلا بالكاد نوفر لقمة العيش ترقب في عكة على خلفية إعلان البلدية إغلاق المدينة يوم الغفران بعد يومين بعد قليل سنكون في بث حي ومباشر من البلدة القديمة في عكة مع عوض البلدية السابق أحمد عودي لجس نبض الشارع حول هذه القضية طلاب كليات التمريد يخضون غمار الامتحان الحكومي لمزاولة مينة التمريد بعد قليل ستكون معنا في بث حي ومباشر من الناصرة الدكتورة سلام حديث مديرة مدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريد لتطلعنا على الامتحان وأهميته ومدى صعوبته أيضا إلى هنا العنوين ونبدأ أصدر قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع بعد ظهر اليوم الثلاثاء قرارا بإطلاق سراح رجل الأعمال يعقوب أبو الكيعان بشروط مقيدة وتحويله للحبس المنزلي في مدينة راهط وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من اعتقاله وتوجيه تهم أمنية بحقه من بينها التواصل مع عميل أجنبي وللاستزاد أكثر حول هذه القضية ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر من راهط مراسل قناة هلا إحسين العبرة مساء الخير مساء الخير زميل شكر مواسي إليك والمشاهدين أهلا بكم نعم بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال من قبل جهاز الأمن العام الشباك اليوم قاضي المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع القاضي نصر أبو طه يصدر قرارا بإطلاق صراح الرجل الأعمال يعقوب أبو القيعان وتحويله بشروط مقيدة تحويل الحبس المنزلي في مدينة راهط نعم من بين الشروط التي تم وضعها لإطلاق صراح أبو القيعان أن يبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي عدم التواصل مع أي من من له ضلع في هذه القضية وكذلك سيكون تحت المراقبة الجهاز الإلكتروني وبكفالة ومراقبة عدد من الكفلاء من مدينة راهط والمنطقة نعم يعقوب أبو القيعان بعد أصدار القرار أعرب عن ساعدته بهذا القرار بالإضافة إلى موكله المحامي آفي بن حيمي قال أن القرار هو قرار صحيح وكان لابد أن يخرج أبو القيعان قبل فترة طويلة نقول بعد أصدار قرار القاضي نصر أبو طه النيابة العامة قررت تأجيل التنفيذ لمدة 24 ساعة في حال قررت التقديم استئناف على هذا القرار نعم خلال جلسة المحكمة اليوم شهدنا عدد من الأقارب الأصدقاء وأيضا أفراد عائلة أبو القيعان الذين كانت فرحة كبيرة سيطرت على الجواء في قاعة المحكمة نحن بانتظار القرار الأخير للنيابة العامة فيما إذا قررت تقديم استئناف على هذا القرار نذكر فقط أن النيابة العامة قدمت لايحة اتهام قبل أكثر من شهر بحق أبو القيعان بتهم التخابر مع وكيل أجنبي ونقل معلومات تمس بأمن الدولة إلى جهات معادية هذا ما جاء في لايحة الاتهام بحق رجل الأعمال يعقوب القيعان إذن قبل قليل المحكمة المركزية في بير السبع تصدر قرارا بإطلاق صراح أبو القيعان والنيابة تأمر بتأجيل التنفيذ لمدة 24 ساعة شكرا الزميل حسين العبرى وإلى موضوعنا التالي لليوم التاسع على التوالي تستمر مطاردة الأسيرين الأمنيين الفلسطينيين أيهم كممجي ومناضر انفعات الذين لا يزالان طالقين بعد أن هربا من سجن جلبوا برفقة أربعة أسرى آخرين وخلال نهاية الأسبوع الأخير ألقي القبض على الأربعة الآخرين في الناصرة والشبل أم الغنم فيما مددت محكمة الصلح في الناصرة اعتقالهم لمدة تسعة أيام بدورها نفت مصادر إسرائيلية الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني زكريا زبيدي ونفى المتحدث بلسان مستشفى رنبام في مدينة حيفا الأخبار التي تم تداولها الليلة الماضية عن نقل الزبيدي للعلاج في المستشفى من جانبها قالت هيئة شؤون الأسرة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الأسرة قرروا التصعيد ردا على الإجراءات العقابية بحقهم وأشارت الهيئة إلى أن الأسرة قرروا البدء بالإضراب عن الطعام على الدفاعات على أن تشمل الدفع الأولى 1380 معتقلا من كافة السجون تحت عنوان معركة الدفاع عن الحق للحديث حول مجمل هذه القضايا ينضم إلينا في الستوديو في بطن حيوان باشر المحامي عمر خميسي مدير مؤسسة ميزان وسامر عثامن رئيس حركة رايتنا أهلا ومرحبا بكم طبعا لنبدأ بالسؤال إلى المحامي عمر خميسي بخصوص الأسرة كثيرون تسألوا عن سبب عرض الأسرة على المحكمة بعد اعتقالهم من المطاردة على المحكمة لتمديد اعتقالهم ما الحاجة لذلك طالما أنه محكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة وبعضهم محكم بالسجن لمدى الحياة نعم وفقا للإجراءات والقانون الإسرائيلي عمليا كل مخالفي للقانون تحتم مباشرة تحقيق والتحقيق يحتم أيام اعتقال لكي عمليا يتم التحقيق في ظروف الهروب كما تم في الحالة الأخيرة كيف من هم الأشخاص الذين ساعدوهم من الأشخاص كيف تمت المخطط كل هذه الأمور تحتاج لتحقيق لكي يتم هذا التحقيق هم بحاجة لاعتقال ولأمر اعتقال من المحكمة حتى لو كان هناك أحكام وأبدا ولكن هذا التحقيق عمليا يضع على الهروب وأمور أخرى تتعلق والأكثر من ذلك أن في هذه الحالة عندما يكون تحقيق يتم عمليا أخذ قرارات مثل منع الالتقاء مع محامي وهو ما حدث في حالة الأسرى الأربع الذين تم اعتقلهم حتى هذه اللحظة لم يتم أي لقاء ما بين المحامي الدفاع وما بين الأسرى وبالتالي لا يستطيع محامي الدفاع أن يعرف أي رواية حتى هذه اللحظة لأنه بشكل عام في الملفات التي تكون في المخابرات لا تكون بهذه المرحلة هناك التفاصيل الكثيرة لذلك نجد أن الكثير من المعلومات المغلوطة والغير صحيحة تتناقل اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي وعليه يعني هم مثل أي ملف آخر أي مخالفة تكون حتى لو أن الشخص يكون معتقل بتم عمليا تحقيق بتم تمديد اعتقالهم تحت التحقيق أي عندما يقدم لاحة اتهام ينتهي التحقيق والظروف تختلف بين الشخص الذي يكون مشتبه به وما بينه أن يكون متهم أو أسير محكم عليه وعلى ذلك تم عرضهم أمام محكمة الصلح في النصر لتمديد اعتقالهم تحت التحقيق وهذا ما حدث حتى هذه اللحظة والمحكمة المركزية بطبيعة الحال استجابت لطلب الشباك بتمديد المنع مرة أخرى ورفضت الاستناف اللي قدموه طاقم الدفاع وعلى ما يبدو سيتم تمديد اللقاء مع محامي مرة أخرى سابر عرفاني كيف تقرأ مشهد هروب الأسرى من سجن يوصف بأنه من الأكثر تحصينا في إسرائيل هذا السؤال سئلة كثيرا ما رأيك؟ يعني بداية يعني مهم بهذا المقام الإشادة أن ملف الأسرى هو أم القضايا وأكبر القضايا في المجتمع الفلسطيني ويكاد يعني يخص كل عائلة فلسطينية على مدار السنوات الطويلة منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة تقريبا كل عائلة كان لها أسير وبعد يعني إخوة الأسراء الذين هربوا أيضا قضوا فترات طويلة في السجون يعني كلنا نعرف أن هؤلاء السجناء لا يحظون يعني بالأشياء البسيطة التي حتى يحظى بها الأسرى الجنائيين ويعني من منظورهم الشخصي يعني يرون أن سجنهم غير مستحق وسجنهم هو سجن سياسي بسبب مناهضتهم للاحتلال فمن الطبيعي الإنسان الذي يشعر بالظلم ويشعر أنه زج بالسجن ظلما وبهتانا أن يحاول أن يجد الوسائل للهروب من هذا السجن ومن هذا الإنسان الذي ظلمه أعتقد أن الأسرة الذين هربوا من السجن أرادوا يعني تحقيق رمزية معينة وقصر هيمنة السجن الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية التي يعني زجتهم بالسجن كما ذكرت سابقا بسبب مناهضتهم للاحتلال واعتقد هذا يعني شيء لا يستهان به طبعا المؤسسة الإسرائيلية تباهت أنها يعني كدولة هي متمكنة ومختصة في مواضيع الأمن وبنت السجون وهذا السجن يعني بني حديثا يعني لم يمر ويمكن أن صحيحني عمر يعني خمسة عشر عاما وتباهوا في هذا السجن أنه سجن يعني محصن ويصعب الهروب منه وهنا يعني يعني يكمن رمزية هذا الهروب أن هؤلاء السجناء أو هؤلاء الأسرة كسروا تلك الهيمنة وكسروا يعني تباهي إسرائيل بأنفسهم أنها دولة مختصة بالأمن وكل هاي الأمم طبعا يجب أن نشير أن هذه المقابلة تجري في ظل أمر حضر نشر جارف حول التحقيقات الجارية في قضية هروب الأسرة من سجن شطة والإسمين شطة وقلبوع لا هناك سجنين سجنين هما متلاصقين بنفس المكان سجن جلبوع وسجن شطة المحام عمر الخاميسي سؤالي نرى أن ملف الأسرة الأمنيين الفلسطينيين عاد إلى الوجه بعد عملية الهروب كيف برأيك سيؤثر ذلك على باقي الأسرة الفلسطينية في السجن الإسرائيلية وهل إضراب الأسرة سيجلب نتائج لهم حسب رأيك طالما كان إضراب الأسرة هو الذي يأتي بالنتائج وليس الحراك القانوني أو الحراك القضائي للمحاكم حتى أن هناك موقف مبدئ للحركة الأسرة بعدما تواجه المحكمة العليا في الأمور التي تتعلق في الحقوق التي استنزعها الأسرة بقوة الأمعاء الخاوية وهو الإضراب عن الطعام وبالتالي اليوم ما بعد حدثت وما بعد عملية الفرار هناك تضييق من قبل مصلعة السجون على جميع الأسرة بشكل عام وبشكل خاص على أسرة الجهاد الإسلامي حيث تم توزيع الأسرة من الجهاد الإسلامي في السجون العمليا في فلسطين هناك تقسيمات الأقسام هناك من يقسمه كحماس جهاد إسلامي فتح وغيرهم من التقسيمات الأخرى الجبهة الشعبية وديمقراطية اليوم التجديد أكثر على قيادات من الأسرة بجهاد الإسلامي حتى أن القسم كبير منهم وضعوهم في العزل الانفرادي فعمليا الإضراب عن الطعام الذي بدأه الأسرة فيه تحقيق للمطالب وإرجاع الحالة التي كان فيها الأسرة ما قبل حادثة الفرر أي ما قبل تسعة ما تقتقبل عمليا ستة تسعة بهذا الشهر طبعا بدايته التقييدات اليوم الموجودة منع لقاء ومنع زيرات الأهل هناك أمور تتعلق في الأساسيات في الزنزانة من تحضير الطعام ومن أمور أخرى تم عمليا أخذها القمع الذي حدث قمع يعني ضرب من قبل يعني رجال مصنع السجون على الأسرة هذه الحالة التي يعيشها الأسرة اليوم طبعا هم يريدون تغيير هذه الحالة بفقط الذي يغيرها هو إضرابهم عن الطعام وإرجاع الحالة كما كانت الأقسام يرجعون للوضع الطبيعي الزيارات الهواتف العمومية التلفون يعني الأسير الأمني اليوم لا يستطيع أن يتكلم ويتواصل مع العالم الخارجي سوى في الزيارات التي تكون مع الأهل مرة في الشهر أو مع محمية عندما يقوم بزيارته بالتالي هم يطالبون بمطلب حق ومطلب أساسي وهو أن يكون هناك هواتف عمومية مفتوحة للتواصل مع الأهل كذلك الأمر بالنسبة للأسيرات في سجن الدمون وللأشبال في سجن عوفر وكذلك المتقسم منهم في سجن الدمون هناك الكثير من المطالب التي وضعها الأسرة لكي عمليا يكون هناك ثقف لتحقيقه من هذا الإضراب وهو إضراب ليس إضراب يعني عشوائي ومفتوح دون أن يكون له مطالب واضحة ولكنهم عمليا اليوم يعيشون بظروف جدا صعبة بسبب القرارات التي أخذتها مصلحة الجون ووزير الأمن الداخلي بتضييق على الأسرة أكثر وأكثر سامر آثامني نريد أن نتطرق إلى قضية الشائعات التي رفقت عملية هروب الأسرة والهجوم على أهالي الناصر ومشاهدناه في الأيام الأخيرة ماذا تقول في هذا الموضوع يعني هنا يعني مهم كمان مرة الإشادة يعني أو لنذكر حالتين من الماضي من النضال الشعب الفلسطيني يعني نذكر حالة يحيى عياش من يعني وشى عليه واحد من أقربائه وكذلك يعني مقتل أبو جهاد حارس هو الشخصي فلا يمكن أن نتوقع يعني أن يكونوا ناس يعني ملتزمين وما إلى ذلك وإذا كان أحد قام بهذا العمل يجب أن لا نصبغ مجتمع كامل أو مدينة كاملة يعني في هذا الصياق فلطالما كانت الناصرة يعني هي قلعة وطنية وقدمت الشهداء في هبة أكتوبر وفي غيرها وكانت حاضرة ويعني في جميع القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني فللأسف الشديد هناك شخصيات يعني دنيئة حاولت يعني الانططاع على هذه الموجة لخلق الفتنة بين الجمهور العربي الفلسطيني داخل دولة إسرائيل وبين إخوتنا وأهلنا في الضفة الغربية وكطاع غزة أعتقد كل إنسان عقلاني وكل إنسان يتابع مستجدات الأمور يستطيع يعني بصراحة وببساطة أن يعرف أنها يعني الغرض من هذا الشيء هو يعني إثارة الفتنة وتشتيت الشعب الواحد فأهل الناصرة هم أهل الجميع وأهل الناصرة كانوا حاضرين ومؤازرين ومساندين للقضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية الأسرة وكل إنسان يعني حاول أن يجني أرباحا ثانوية ويزرع الفتنة أعتقد سيفشل الشعب الفلسطيني وخاصة أهلنا في الضفة الغربية وكطاع غزة هم أذكى من هؤلاء الناس ولن يستطيعوا يعني أحد أن يخلف بين أبناء الشعب الواحد المحامي عمر خمايسي هل تريد يعني في نقطة هون جدا مهم يعني كمحامي متابع لكثير مثل هذه الملفات يعني هناك أمر منع نشر حتى على أن هناك صحيح أي تفاصيل دقيقة وبالتالي نسمع ونقرأ الكثير من وشبكات التواصل ولكن ولكن مثل الوزير عمر بيرن في شكل جمهور شكل جمهور العربية بعتقادي هذا كلام فيه تضليل لا يوجد أي معلومة تؤكد على الروايات التي نسمعها في مواقع التواصل بل أكثر من ذلك يعني قرأت هناك تصريح يعني لزكريا وهو خير صريح لأنه لم يتكلم مع محاميه أصلا ولم يلتقي مع محاميه ولم يتكلم مع أي أحد من خلال الاعتقال من فترة اعتقاله وبالتالي يعني أكثر من المعلومات التي عمليا نسمعها وتتناقل هي غير صحيحة بعيدة كل البعد ولكن نعم كما تفضل الأستاذ سامر هي فيها هناك رسائل لعلها هي تريد أن تمزق الشعب النسيج للشعب الفلسطيني لأن قضية الأسرة بالفعل أعادت اللحمة للشعب الواحد أعادت قضية الأسرة على طاولة المفاوضات حتى ليس فقط بالرأي العام وإن مع طاولة المفاوضات على أنها قضية جزء لا تجزأ المحامي عمر خميسي كرجل قانون نريد أن نعرف ما هي الحقوق التي يضمنها القانون الإسرائيلي لأسير فلسطيني أعتقل على خلفية أمنية يعني بالفعل القانون الإسرائيلي يأتي ويميز بين المعتقل والأسير الجنائي وبين الأمني يعني بالجنائي هناك عمليا حقوق أكثر وعمليا حرية أكثر حتى أنها في فترة الثلث يستطيع تنزيل فترة الحكم إلى الثلث نرى أن الجنائي يأخذ هذه الفترة تنزل يعني فترة بينما الأمني لا يستطيع أن يحصل عليها مش شبه مستحيل بموضوع الاتصال الهاتفي يعني الجنائي يتصل الهاتفيا متى يشاء مع العائلة مع العالم الخارجي مع المحامي بينما الأمني لا يستطيع أن يفعل ذلك مسموح له الزيارة مع الأهل مرة واحدة في الشهر التقاءه مع المحامي يكون من خلف زجاج مع سماعة التلفون يعني بظروف جدا صعبة صراحة ما عدا ذلك هي أمور أساسية يجب أن توفرها يعني مصلحة السجون للأسرة وكذلك العدد الأسرة في الزنزانة وفي القسم بيئة الأمن أو السياسي هو أكثر بكثير من الجنائي بالتالي نرى جد أن موضوع حقوق الأسرة تكون تضييق أكثر بأبعادها السياسية لأن إسرائيل أرادت أن يكون هناك تضييق أكثر لأنها تعرف أن الحركة الأسيرة لها تأثير على المفاوضات لها تأثير على صنع القرار وفي فتح جهد الإسلامي في حماس في الجفة الشعبية والديمقراطية وعليه تقوم في الضغط على من تملك عمليا كأسرة وبالتالي حتى عندما تكون أستاذ شاكر هناك يعني صرخة من خلف القطبان للأسرة تأتي بهدف لتوصل هذه الصرخة إلى مسامع الأحرار في العالم وإلى أسامع وأسماع لكل شعبنا الفلسطيني يجب يعني إطلاق صراحة الأسرة لأنه عاملين بزوال الاحتلال تنتهي قضية الأسرة سامر عثامني ما رأيك بالتصريحات التي أدى بها المفتش العام للشرطة الشبتاعي في جلسة لجنة الأمن الداخلي هو وصف أحداث أيار بينها كانت انتفاضة يعني كمان مرة يعني التصريحات المفتش العام للشرطة الإسرائيلة لم يفاجئني بشكل شخصي وهي يعني كمان مرة يعني تبرز العقلية الإسرائيلية بتعاملها اتجاه المواطنين العرب لم تكن هناك انتفاضة وعلى مفتش الشرطة وعلى المؤسسة الإسرائيلية أن تعي أن المجتمع العربي في البلاد خرج للشارع لينطفض على ويحتج على الحقوق الأساسية التي يواجهها وأن لا يمكن تجزئة الشعب الفلسطيني بين عرب إسرائيل ويعني تسميات أخرى نقطة ثانية أخطأ مفتش الشرطة عندما تباهى وتفاخر بالكنيسة أن هذه الانتفاضة كما سماها لم يكن بها قتلة يعني كأنه يجب أن يكون بكل صدام بين الشرطة والمجتمع العربي قتلة لكن أنا وصحه كان هناك يعني للأسف ضحايا اثنين محمد كيوان في أم الفحم وموسى حسونة الذي قتل على يد مستوطن بجانب الشرطة في مدينة اللد فهذا يعني التصحيح وتزوير للحقائق يعني سهل أن نطلق الأمور ونطلق التسميات على نضال شرعي يعني أساسي للجماهير العربية مطالبين بحقوقهم وأيضا الاحتجاج على كل ما يحدث مع إخوانهم في الضفة والكطاع المحامة أمار خميسي تصريحات شبتاي أثارت سخطا من جانب اليمين يعني بالذات على حد كولا المواجهات وقعت في ظل عدم مساواة يعني اعترف أنه بعدم مساواة كيف تنظر إلى تصريحات تصدر عن شخصية كهذه صحيح يعني هو التصريح هذا له شقين يعني الشق الأول يتعلق في موضوع الانتفاضة التي تفضل سمر شكل أخر يعني يقول أن هذه الانتفاضة وهذا الحدث الذي كان بسبب أن إسرائيل كحكومة وكوزرات لا تتعامل بمساواة بين العرب واليهود وهذا الأمر هو يقول طبعا يجب أن يقلق صناع القرار في إسرائيل لأن الوضع الداخلي عمليا هو ليس بأقل من خطورة من الوضع الخارجي وبالتالي هو يقول في نهاية المطاف يعني إذا كنا نريد أن نحافظ على إسرائيل كمؤسسات وكنظام ديمقراطي علينا أن نعطي المساواة للعرب لأن العرب يعني عمليا خرجوا ويحتجوا على مبدأ أنه لا يوجد هناك مساواة ويوجد هناك تمييز صارخ ضدهم وهذا هو ما فصروا وبالفعل كان هناك غضب من اليمين وقالوا أن ليس هذا اختصاصه أن يصرح بهذه التصريحات سامر عثام أريد أن أعود لقضية الأسرة وأسألك عن تأثير هذه القضية على علاقة بين المواطنين العرب الفلسطينيين نحن هنا في الداخل وبين الأشكاء الفلسطينيين في الضفن الغربية وكتعرزها يعني كمان مرة مهم الإشادة في هذا المقام أن بموازاة نضال الأسرة الحالي الآن في السجون الإسرائيلية هناك ست أسرة أو خمس أسرة ممكن عمر أن يصححني المضربين عن الطعام منذ أيام طويلة أعتقد كمان مرة الشعب الفلسطيني على جميع أطيافه وعلى جميع فئاته في الشتات وفي المهجر وفي الضفة الغربية وكتعر غزة وفي دولة إسرائيل هو شعب واحد ولا أي إنسان يستطيع تجزئة هذا الشعب والظروف التي مر بها الجميع هي من أوصلتنا إلى هذا الموصول لكن كمان مرة للأسف الشديد هناك شخصيات وناس يحبون أن يصطادوا في المياه العكرة وأن يخلطوا الأوراق لطالما كان الشعب العربي الفلسطيني بالداخل داعما ومساندا لقضايا الشعب الفلسطيني ليس فقط في القضايا السياسية الكبيرة التي تخص الجميع وإنما أيضا حتى في القضايا الاقتصادية ومؤاذرتهم والذهاب إلى التسوق في المدن الفلسطينية دعما لإخواني وأهلنا والتعلم بكثافة وآلاف من طلابنا يتواجدون الآن بالمدن الفلسطينية يتعلمون بالجامعات فكل هذا يدل أن شعبنا هو شعب واحد له لحمته ولا يستطيع أي إنسان أن يفرق بين هذا الشعب واستغلال قضية كقضية الأسرة لإثارة هذه الفتنة هي مرفوضة كمان جملة وتفصيلة ويجب كل إنسان أن يستعمل هذا الأسلوب يجب أن نقفه يعني حده ويجب أن يكون تصريح وصعيد أن يعني أن رئيس الحكومة اشتية الفلسطينية يعني قال نحن شعب واحد وكل هذه الأمور هي يعني مرفوضة وتكتب عن سعيد بتصريحات رئيس لجنة المتابعة محمد بركي الذي تكلم بنفس السياق وبنفس الأمور نبقى شعب واحد وهذه الفتنة لن تمر ولن يشتريها أحد سامر عثام الرئيس حركة رايتنا شكرا لحضورك في السوديو والمحمي عمر خميس مدير مؤسسة ميزان شكرا لحضورك عزيزي المشاهدين نخرجنا إلى فاصل خصيص ثم نعود ونتابع بعض الفكرات عدنا من الفاصل إلى موضوع آخر طالب مركز عدالة من خلال رسالة عجلة أرسلها إلى رئيس بلدية عكا شمع لانكري وقائد شرطة عكا والمستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة بعدم إغلاق المدينة في يوم الغفران الذي يصادف يوم الخميس القريب وقار مركز عدالة في الرسالة أن البلدية والشرطة لا تملكان صلاحية إغلاق المدينة بوجه الزوار من خارجها أو فرض الحواجز التي تحده من حركة سكان المدينة كما نوه مركز عدالة إلى أن الحواجز التي تنوي البلدية نصبها ستعيك سير الحياة اليومية للعديد من السكان كما ستمنعهم من الزيارات العائلية ووصولهم إلى الأماكن العامة في المدينة والوصول إلى أماكن عملهم للحديث حول هذه القضية ينضم إلينا في بث حي ومباشر من عكا الناشط السياسي وعضو بلدية عكا سابقا أحمد عودي أهلا ومرحبا بك أخ أحمد مساء الخير أخ شاكر هل هذه أول مرة تكون بها بلدية عكا بنصب الحواجز بمناسبة يوم الغفران؟ لا بلدية عكا منذ أكثر من 20 عاما تغلق المدينة بحجة فرض قدسية واحترام عيد الغفران عند اليهود وهذا أمر كما ذكرت في المقدمة أمر مناقض للقانون ويمنع ويحد من حرية المواطنين العرب الذين يمثلون أكثر من 40% من المواطنين في مدينة عكا ما هو رد فعل الأهالي في عكا على هذا القانون؟ بسنة الفئ في عام 2008 كما تذكرون جرت أحداث يوم الغفران 2008 من اجتباكات ومن اعتداء من علاء المواطنين العرب لعدة أيام وبعد هذه السنة كل عام هناك إغلاق وإجراءات أمنية مشددة بهدف منع حركة السير وحركة المواطنين العادية في المدينة وهذا يحد من حرية المواطنين العرب ويمنعهم من التجول والخروج والدخول إلى المدينة كذلك يمنع الزوار من الدخول إلى مدينة عكا المواطنين العرب ينصعون للأسف الشديد ينصعون لهذه الإجراءات التي هي إجراءات غي قانونية ومنهم حتى من يتبرع زيادة بإغلاق المحلات التجارية في عكا القديمة يعني عكا القديمة لا أحد يفرض على المواطنين إغلاق المحلات ولكن المواطنون تجاوباً مع الجو العام الذي يمنع الزوار من الدخول إلى المدينة ويمنع أهالي المدينة من التجول فأنهم يغلقون محلاتهم التجارية وتصبح المدينة مدينة أشباح في يوم الغفران أنا من هذه المنصة أدعو المواطنين العرب على الأقل في مدينة عكا إلى فتح المحلات التجارية في يوم الغفران والخروج إلى أعمالهم ونشطاتهم الاجتماعية بشكل عادي لأنه لا قانون يمنعهم من ذلك سؤالي التالي كيف تعايش المواطن العربي في عكا عادة مع إجراءات يوم الغفران في السابق كيف تكيم العلاقة بين المواطنين العرب واليهود بعد أحداث أيار الأخير قضية التعايش في مدينة عكا بين المواطنين اليهود والعرب هي كذبة كبيرة لم يكن هناك في السابق تعايش وغير موجود الآن حتى بعد أحداث أيار وهبة الكرامة لتضامل مع الأقصى وحي الشيخ جراه لكن الشرخ زاد هناك شرخ كبير بين المواطنين العرب واليهود لا يوجد تعايش هناك جدار جدار وهمي هناك أماكن اللي فيها جدار فيزي اللي موجود اللي مبني اللي بمنع تواصل المواطنين مع بعض عندنا بمدينة عكا هناك جدار وهمي ليس هناك أي تواصل جدي هناك هناك حياة عادية اللي يعني فيها مشترة وبيع وهذا و يقتصر على هذا الأمر لكن لا توجد حياة اجتماعية مشتركة لا توجد نشاطات مشتركة بين المواطنين العرب واليهود وهذا الأمر يزداد في ظل نشاط جمعيات يهودية متطرفة مثل جمعية قرعين أوميتس التي أصبح جزء من المواطنين ينصاع أو يشارك في نشاطات هذه الجمعية التي هي جمعية متطرفة دينية وجزء من المواطنين الذين يأتون للسكن في مدينة عكا بحجة المحافظة على الأكثرية اليهودية هم مواطنون متدينون متطرفون هذا الأمر يزيد من الشرخ بين المواطنين يعني هنا لا توجد أي أمور مشتركة بين المواطنين العرب الذين هم على هامش الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المدينة بسبب سياسة التمييز المتواصلة ضدهم وبين المواطنين اليهود المتطرفين الذين يأتون للسكن في المدينة وهذا الأمر يجب أن يكون على سلم أولويات كل المسؤولين في الدولة وفي المدينة لإصلاح هذا الأمر لأن جمهورين بهذا الشكل جمهور عربي فقير مهمش وجمهور متطرف جاء للسكن مع جندة قومية ومتطرفة هذا أمر مكان فيه مكان للاشتباكات فيه مكان للخلاف الكبير ومما يشكل خطر على الحياة في المدينة ليست الحياة المشتركة وإنما الحياة في المدينة مدينة عكا سيد أحمد عكا تشهد بشكل أريد أن أسألك عكا تشهد بشكل أسبوعي نشاطات احتجاجية تطالب إطلاق المعتقلين على خلفية أحداث أيار هل هذه النشاطات مستمرة هذه النشاطات مستمرة هناك مجموعة شبابية التي أخذت على عطيقها التضامن ومرافقات المعتقلين من أحداث هبة أيار الأخيرة وتقوم بنشاطات أسبوعية بعكا القديمة مسيرات مشاعر خيمة تضامن مؤازرة وفي هذه الخيمة هناك شرح على الجوانب القانونية لما جرى وهناك إضاءة على بعض المخططات التي تجري ضد المواطنين العرب في المدينة كرجل سؤال أخير خحمد محاولة هناك محاولة خحمد سؤال أخير كرجل جمهور كيف ترى الأوضاع في عكا في ظل أزمة الكورونا والوضع الاقتصادي المتردي هناك أوضاع اقتصادية صعبة جدا المدينة عكا يجري فيها حياة اقتصادية ثلاثة أيام الأسبوع جمعة سبت أحد وباقي أيام الأسبوع هناك مصاعب عديدة للتجار اليهود والعرب لكن التجار العرب يعانون أكثر لأنهم لأن هناك حملات مقاطعة للمواطنين العرب حملات مقاطعة للتجار والمتاجر العربية وعندما وعندما يأتي مواطنون عرب من تجمعات عربية أخرى من البلاد للتضامن مع التجار العرب هناك تضييقات وهناك مخالفات وهناك محاولات لمنع هذا الأمر سيد أحمد عودي وصلت الفكرة شكرا لك سيد أحمد عودي الناشط السياسي وعضو بلدية عكا سابقا ننتقل عزان بشاهدين الآن لسمع رد بلدية عكا على لسان نائب رئيس البلدية أدهم الجمل حول قضية إغلاق المدينة في يوم الغفران بعد غد الغميس دعونا نشاهد معه أول سبب الإغلاق هو وجود أو نفس اليوم بيكون يوم الغفران عند اليهود الإشي اللي بحب أكد عليه أن هذا الإغلاق هو بش السين الأولى صارنا 11 سين 2008 لهاي السين سين 2021 يقوم كل سين بإغلاق المدينة بشكل نمنع الاحتكاك بين اليهود المتدينين في مناطق معين وبين باقي الناس وبالذات الوسط العربي عشان هاي الاحتكاكات ما تأدي لا سمح الله نحن نعيش بمدينة مختلطة وبهمنا الحفاظ على الهدوء وعلى التعايش السلمي بين الطرفين بين الوسط اليهود ووسط العربي وطبعا لما بمر الاشي بسلام وبدون مشاكل هذا الاشي بأثر لبعدين طبعا أي مشاكل بتصير في المدينة وبالذات بعد الأحداث الأخيرة اللي كانت ما صدقنا أنه رجعت الأمور تجري المياه تجري بمجرية وتتحسن الأوضاع رح نحتاج كمان مرة الوضع الاقتصادي والتجار في البلد القديمي رح يتأثروا كمان مرة سلبة في حال حدوث بعض المشاكل فمهم بالنسبة للمرة الشيب سلام والإغلاق هو مجرد إغلاق حواجز لمنع الاحتكاك إن كان بجانب الكنس زي كل سنة ما في تغييرات يعني أنا مش قادر أفهم في بعض الأصوات وكأنه هاي أول مرة بتم الإغلاق كل سنة إحنا بنغلق بجانب الكنس اليودية في محلات اللي هي فيها احتكاك زي منطقة الشكون إحنا ميقولها المنطقة الشرقية في منطقة الكرم هاي وبنسبة لدخول للبلد البلد المدينة عكا أول خروج منها لسكان مدينة عكا بيستطيعوا يخرجوا ويدخلوا من جهة الجنوبية اللي إحنا بنسميها منطقة شط شط أرقمان والزوار طبعا للضرورة في موجود حاجز للبوليس للشرطة اللي هو بيوافق على دخول وخروج كمان غير المواطنين من مدينة عكا ولكن إذا ما في سبب ما في أي حاجة لدخول المدينة لأنه المدينة مغلقة يعني إنت دقتيجي للتجول أو لدخول المحلات التجارية ما هي مغلقة ما في أي سبب فإحنا بنتأمل إنه هذا الإشي ساعد فقط لا يكون هدوء ويمر الإشي بسلام يعني هذا هو الهدف طبعا كتير كمان من الناس أنا بحاجة كتير من الناس حتى الوسط العربي حتى في الشوارع إحنا بنسمح فيها لمرور السيارات ما عم بيستعملوها الناس يعني عم بيكون الإشي مجرد احترام وتقبل الإشي من الأغلبية المطلقة في مدينة عكا والأطفال بيستغلوا هذا اليوم لركوب الدراجات الهوائية بشكل حر في الشوارع لأنه ما في مرور السيارات بلدية عكا حول إغلاق المدينة بعد غد الخميس بسبب يوم الغفرة تسود الشارع السخنيني حالة تضمر وغضب بعد الكشف عن قيام بلدية سخنين سن قانون مساعد يفرض الضرائب على المواطنين الراغبين في بناء بيوت جديدة وبحسب المعلومات التي وصلت إلى قناة هلا فإن الحديث يدور حول ضريبة فتح شوارع وضريبة إقامة أرصفة وغيرها وبحسب هذا القانون فإن كل من ينوي البناء سيترتب عليه دفع مبلغ مئة الشيكل تقريبا مقابل كل متر بناء وكان عدد من الأهالي قد نظموا مظاهر يوم السابق الماضي أمام مبلغ البلدية احتجاجا على القانون المساعد مراسل قناة هلا فتح الله مريح تجول في مدينة سخنين وجسة نبض الشارع السخنيني هذا القانون قانون مجعف بحق المواطنين وخصوصا أن المواطن يمر في درب الآلام عندما يبني بيتا له من واجب السلطة المحلية العمل بكل الجهد على مساعدة المواطنين وتخفيف العب الذي يقع عليهم هذا القانون استغرب البلديات حتى الآن بلدية سخنين تقوم بهذا العمل المجحف ولكن يجب على المواطنين عدم الانصياع لهذا القانون بالطرق القانونية بالطرق مظاهرات أمام البلدية عرائض إلى آخر وسائل مختلفة لعدم تمرير هذا القانون لأن تمرير القانون في سخنين سيؤدي إلى تمرير القانون في القرى المجاورة والبلديات العربية المواطن العربي بالكاد يستطيع أن يعيش أن يوفر لقمة العيش ولذلك هذا قانون مجحف جائر وغير مقبول وأستغرب من رئيس البلدية وهو إنسان واعي وعنده دراية في الأمور كيف يقع في هذا المطب لا أنا ضد وأقول لك شغلي أنا في كلمة بوجيان البلدية أعطوني أرض أعمر فيها ودتفع لكم 200 شكل على المتر عمليا يعني كمان أنت فيش قسائم بناء عمليا قسائم ولا عندي أرض ولا فيه إشي يعطوني أرض أنت عطين 200 شكل أنتو كشباب قدل إشي ضيقكو هذا بالنسبة لإنكم تركوونوا حياتكو تكملوا حياتكو كان الرئيس الخطاب بتاعه إنو شباب دي تهاجر فيش قسائم إسهو عم بحثنا على الهجرة لأنوش عم بعمل إشي ذاك كثير ولا عمل إشي يعني فيش رئيس أنا بالبلدية جادرون بذكر أننا توجهنا إلى المتحدث بالإسلام بلدية ساخنين غزالة بورية وطلبنا منه وفي حال وصلنا تعقيم من بلدية ساخنين على هذه القضية سنقوم بنشره وننتقل إلى موضوعنا التالي من طلب العنى ساهرة الليالي هذه المقولة تنطبق تماما على طلاب كليات التمريض الذين يخضون في هذه الأيام غمار الامتحان الحكومي لمزاولة مهنة التمريض والاستزادة أكثر حول هذه الامتحان وحول الطلاب الذين يتقدمون له والمصاعب التي يواجهونها تنضم إلينا في بث حيوان بشر من الناصرة دكتور سلام حديد مديرة مدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض مساء الخير دكتورة سلام مساء النور أخشاكر إلك ولكل المشاهدات والمشاهدين بداية نريد أن أسألك كمديرة مدرسة للتمريض كيف يكون شعورك في كل مرة يتقدم بها طلابك للامتحان الحكومي لمزاولة مهنة الطمريض طبعا شعور كثير فرح أنه إحنا قدرنا نوصل طلابنا لمرحل هالي إحنا وصلناهم الجاهزية كاملة للامتحان ومنكون هيك على انتظار للنتائج ومنفرح أكثر لما بتكون النتائج منيحة ونشكر الله نتائجنا بالمدرسة منفتخر فيها لأنه إحنا محفظين على نتائج امتحاناتنا نجاح بين 98 ل 100% نسبة نجاح طلابنا السؤال التالي حدثينا أكثر عن هذا الامتحان ومتى يجري بالعادة من الطلاب الذين يتقدمون الامتحان الامتحان هذا بنعمل مرتين في السنة بشهر نيسان وبشهر أيلول السنة مبارح واليوم كان في امتحانات تقدم لهم 2500 طالب حطوهم نعملهم على جزئين على أساس يقدروا يحافظوا على تعليمات وزارة الصحة دكتورة سلام سمعنا في مواعيد سابقة عن امتحان التمريض الحكومي سمعنا طلابا يشكون من صعوبة الامتحان إلى أي مدى الامتحان صعب على المتقدمين له الحقيقة هذا نسبي نحن نعرف أنه هاللي يتجهز ويكون عندهم جهزية جيدة للامتحان يطلعوا من الامتحان ويخبرونا أنه كان منيح ويجاوبوا على الأسئلة بشكل جيد ونتائج مدرستنا كمان يتفرجينا هذا الاشي طبعا في طلاب هاللي بتطلع بتقول أنه شوي صعب كل شي بتعلق بالجاهزية للامتحان هناك نسبة لا بأس بها من الطلاب العرب الذين يختارون دراسة التمريض لجامعات الضفة الغربية ما هي برأيك الأسباب لذلك واحد من الأسباب هو شروط القبول لمحلات التعليم في البلاد لبسيخومتري طبعا فهن بقرروا أنه يتوجهوا للتعليم بهذه المؤسسات بتعلموا هناك ولما برجوا على البلاد طبعا في خطوات معينة هللي لازم يعملوها لحتى يأخذوا التأهيل الكامل لمزاولة المهنين دكتور السلام ظهرت أهمية مهنة التمريض بكوة خلال جايحة الكورونا حيث شكلت تمريض ركيزة أساسية في خط الدفاع الأول للتصدي للفيروس فما هي أهم المتغيرات التي أضرتها الجايحة بالنسبة لمهنة التمريض طبعا نحن نعرف أنه مهنة التمريض هي العمود الفقري تبع جهاز الصحة هي مهنها التي تأخذ على عتقها كثير خدمات صحية بعيادات خارج المستشفى وداخل المستشفى هاي الفترة أثبتت قديش هاي المهنة هي مهمة هي بمقدمة جهاز الصحة وقديش الإمكانية أنه نتطور فيها ونطورها وكان على ثقة الكبير الصحيح على كادر الممرضين والممرضات يعطيهم ألف عافي بوجه لهم ألف تحية بالعمل الكبير الذي عملوه في هاي الفترة ما هي أبرز التحديات التي تواجه مهنة التمريض أو تواجه العاملين فيها في هذه الأيام طبعا بالاعتماد على تجربتك وخبرتك طبعا الطبعا التحديات هي بالأول خلينا نبدأ بشروط القبول التعليم لمهنة التمريض هو تعليم مش سهل هو تعليم فيه كثير شغلات مشعبة من كل الأشياء الصحية هاللي إحنا بنعطيها الآليات هاللي بنعطيها لطلابنا الامتحان الحكومة هاللي لازم يمرق طبعا وبعضيها الإلاق العمل في مؤسسي هاللي هن حبين ينخرطوا فيها سؤال هل كل شخص ممكن أن يكون ممرض أم أنه ينبغي توفر صفات معينة في شخصية أي فرد يطمح لأن يكون ممرض يعني مثلا لاعب الكرة لديه موهبة الممرض ماذا لديه صحيح صحيح الممرض لازم يكون عنده مميزات جدا خاصة أول العمل مع الجماهير هي بحاجة لميزات خاصة والعمل مع الأشخاص هاللي مرضى أو بحاجة لعلاجات معينة على اختلاف الأمراض هاللي هن بحتاجوا فيها علاج بحتاج أنه شخصية الممرض بالفعل يكون عنده شخصية مميزة عنده قدرة على الإصغاء عنده معرفة جدا عالي عنده قدرة على التعامل مع الأشخاص هاللي هو بعالجهن فهي الأشياء ما متواجدة هاي الشروط ما متواجدة عن كل شخص علشان هيك إحنا لما منختار الأشخاص هاللي بتعلموا منحاول أنه نختارهم مناسبين لهذه المهنة وكمان خلال فترة سيرورة التعليم تبعهم إحنا منفحص كون هن جهزين أنه يكونوا مناسبين لهذه المهنة دكتورة سلام هل ترين بأن التقدير لطواقم التمريض ازداد في ظل الجائحة فالكل يعلم بأن الدغوطات على الممرضين والممرضات ازدادت بشكل كبير جدا صحيح الدغوطات كانت كبيرة بهاي الفترة التقدير هو دائما نسبي إحنا شفنا أنه كان في عدة تقديرات بطرق معينة للطواقم التمريض طبعا قداش بيكون في تقدير أكثر بكل الوسائل بيكون أحسن ما بكفي أنه نشكر بس بالكلمات إنما بفكر كمان كثير مهم نشكر ونكمل شكرنا وتقديرنا لهاي المهنة كمان بعد جائحة الكورونا سؤال أخير دكتورة سلام هل تعتقدين بأن الوباء الجائحة ستقود إلى إحداث تغييرات في منهاج دراسة التمريض وكذلك بالجانب العمل للمهنة نعم نعم إحنا أدخلنا بهذه الفترة مواد جديدة هاللي طلاب نصر لازم يتعلموها قوانين جديدة هاللي انسنت بهذه الفترة طرق علاج جديد كل التكنولوجيا الجديدة هاللي اتطورت جدا بهذه الفترة فكل هاي الأشياء احنا مندخلها بالمواضيع هاللي منعلمها لطلابنا دكتور سلام حديد مديرة مدرسة الناصرة الأكاديمية للتمريض شكرا لك على هذه الإفادة كنت معنا من الناصرة شكرا شكرا لكم مساء الخير أعزاء المشاهديد موعدنا الآن مع فاصل آخر ثم نعود ونتابع باقي فقرات البرنامج الإخباري هذا اليوم من قناة أهلا بكم مشاهدين الأعزاء مجددا وقبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي نذكركم أنه بإمكان يكون متابعة كل برامج كناة على الهواء مباشرة حملوا الآن التطبيق وتابعوا البرامج على مدار السعر وإلى الموضوع التالي إذ قدم عضو بلدية سخنين الدكتور جمال غنائم استقالته من المجلس البلدي وذلك تنفيذا لاتفاق انتخابي مع المرشح الثاني في قائمة البلد بخير خالد غنائم الذي سيدخل المجلس البلدي بدلا من جمال غنائم مراسل قناة هلا الفضائية ألتقى الدكتور جمال غنائم اليوم وحاوره حول استقالته من المجلس البلدي في سخنين الذي يبدي امتعاضه من طريقة إدارة البلدية في الفترة الأخيرة لنشاهد المقابلة عضو بلدي قدمت استقالتي طبعا لأسباب عامي وشخصية كانت ولكن الإشي كان فيه في الوقت المناسب زي ما قالوا لأنه فعلا كان فيه لكثير امتعاض من كثير بكثير محلات في قلب البلدية وبالذات ما يتعلق في القنوة سن القوانين المساعدي والموافقة عليها في جلسات البلدية اللي أنا طبعا اللي اعترضت عليهم في طرح حتى في جلسة شهر واحد لألفين وعشرين مع أنه كان في الجلسة تسع أعضاء منهم كانوا أعضاء من المعارضة وأعضاء من الاتلاف وتم المصادقة عليهم بعد ما قدمنا الرئيس البلدية في جلسة شهر ستة الألفين وعشرين اللي كان فيها سبتعشر عضو كل أعضاء البلدية مع رئيس البلدية ومع كل أسف تم المصادقة عليهم بثلاثة عضو بالتصويت مع وثلاث أعضاء ضد مع أنه بالذات أنا إذا ترجعوا للتسجيل الصوتي إحنا طلبنا قبل المصادقة على القوانين طلب 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 رسمي إنه إحنا نقعد مع لجنة مهنية اللي نفهم بالزبط شو هاي القوانين وكيف سيتم تنفيذها مع أنه في البلدية مع كل أسف إنه في قوانين مساعدة سابقة اللي فعلا الناس بتطالب فيها إنه تتنفذ مع أنه البلدية منفذتها اللي كانت ممكن تجعل ترجع بالفائدة على بلدية سخنين إحنا بلدية سخنين مع كل أسف بالألفين وتسعة حصلت على إحنا نسميها تخنيط هفراء من وزارة الداخلية لأنه إشفاء من قبل وزارة الداخلية لأنه البلدية كانت مديونة حوالي مية واثناشر مليون شكل دخل اللي بلش فيها ويعني صادق عليها الرئيس السابق الأخ محمد بشير ونفذها الأخ مازي الغنايم حصلت البلدية تقريبا وهذا تقدر أنتم ترجع كأي شخص تقدر يرجع لتقرير مراقبة البلدية تبع الـ 2018 والـ 2019 وإحنا هناك منشور أنه تم إعطاء هبات لبلدية سخنين حوالي 43 مليون شكل وكروث طولة المدى حوالي 43 مليون شكل وتم تسكير العزل طبعا بجهود جبارة من قبل إدارة مازي الغنايم بتنزيل العزل من 112 مليون تقريبا لحوالي 95 مليون فتم إشفاء البلدية بهاي الفترة اللي كانت لحد 2014 أو 2015 ولكن نتفاجأ أنه بالـ 2018 كان هناك دين عام على البلدية حوالي 58 مليون شكل فشو أسباب الدين هاذ ما أحدا كان يعرف دخلنا بعد انتخابنا دخلنا لبلدية سخنين مع كل أسف إحنا في بداية الأشهر الأولى لانتخابنا الدكتور صفة رئيس البلدية طلب على التصويت على تخنيت اسمها تخنيت يعول للأسف الشديد هاي التخنيت أجت على بعض الموظفين في بلدية سخنين تم إلغاء أنا عارف امتيازات معينة لموظفين أو تنزيل المعاشات فأنا كان إلي إعتراض على هاي التخنيط وطلبنا إنه إذا بده يكون زي برنامج إشفاء في البلدية لازم يكون على كل الموظفين وليس على قسم منهم ولكن وزارة الداخلية قطت بهذه الفترة بسنة الـ 2019 إمكانية للبلدية إنه تحصل على حوالي 23 مليون شكل قروض مع طبعا بعض الدعم اللي هو هبات معينة اللي كانت تقدر حوالي لـ 6 مليون شكل ولكن كل هاي القروض تم استغلالها في خلال سنة الـ 2019 2020 في خلال في سنة الـ 2019 إحنا حاولنا بعدي أشهر إنه نطلب تقارير رسمية من قبل رؤساء الأقسام ورئيس البلدية ولكن كان التجاوب بالرفض دائما حتى وصل للوضع إنه بنفسي قدمت شكوى لوزارة الداخلية عن طريق المستشار القضائي لوزارة الداخلية والوزير إنه إحنا هناك في عدم شفافية بالتعامل مع عضاء بلدية وبالآخر تم الاستجابة ولكن عندما حصلنا على التقارير الرسمية كنا تفاجأنا إنه في سنة وبقي النشير إلى أن كناتها لتوجهت إلى بلدية ساخنين للحصول على تعقيبها على أكوال عضو البلدية المستقيل إلا أن البلدية فضلت عدم الرد على أكوال دكتور جمال غني تشهد محطات فحوصات الكورونا في البلدات العربية واليهودية على حد سواء ازدحامات وإقبالا كبيرا من قبل الجمهور على إجراء الفحوصات ويلاحظ أن الإقبال على الفحوصات ارتفع بشكل كبير جدا بعد افتتاح العام الدراسي وفي ظل خروج عشرات الألاف من الطلاب إلى الحجر الصحي بلدية الطيبة أعلنت صباحا اليوم الثلاثاء أنه تم إلغاء فحوصات الكورونا في المدينة وذلك حتى إشعار آخر جاء ذلك بعد أن سادت الليلة الماضية حالة من الفوضى في محطة فحوصات الكورونا في بيت الضيافة الشمالي في الطيبة من جانبه أعرب رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروي عن استنكاره محاصرة فاحصي الكورونا في بيت الطيبة الشمالي وإلقاء مفرقعات تجاه المكان وقال رئيس البلدية في مقابلة مع قناة هلا أن نشر أخبار غير صحيحة هو عين وأن بلدية الطيبة تطالب وزارة الصحة بفتح أكثر من محطة لفحوصات في المدينة دعونا نستمع إلى تصريحات رئيس بلدية الطيبة خلال المقابلة عن الصحة وعيب على كل من يدعي أنه صحفي ومنشر الأخبار الغير دقيقة مما لا شك في أنه كان ضغط مبارح على محطة الفحوصات محطة فحوصات وحيدة في اثنين فقط كانوا يفحصوا ولكن وصل إلى المكان أكثر من خمسمائة لستمائة طالب وأم لكي يقوم بالفحوصات مما أدى إلى الضغط ولكن أن ينشر أنه كان هناك مفرقعات وأن ينشر أنه حبس الممردين الذين يقومون بالفحوصات هذا كذب وعارع عن الصحة وله هدف واحد فقط وهو توشويه سمعة الطيبة الذي نعمل عليه منذ سنين لرفع مكانة هذا البلد الطيب اليوم كما رأيت أنا أنهيت الآن جلسة مع الجبهة الداخلية وزارة الصحة والشرطة نحن كبلدية نوفر للهيئات الرسمية الأماكن لكي يقوم بالفحوصات بيت الضياف الشمالي خادع لتصرفاتهم منحتهم أيضا بيت الضياف الجنوبي ومنحتهم أيضا مركز الإطفائية وأيضا منحناهم منطقة الملعب في أبو الهواء المفتوحة لكي تكون مصار للسيارات وأيضا في المنطقة الغربية غربية مدرسة عتيد وين محطة البساطة المركزية اللي حضرناها أيضا هناك لتكون مصار للسيارات خمس محطات ولكن مؤسف أنه الهيئات الرسمية بتحكي أنه فيش عندنا قوة بشرية نمتكن في خمس محطات بسبب العياد وما أشبه لن نقبل أنه ما حدث البارحة من فوضى إنها تعود أنا أطالب وحكيت مع أيمن سيف وحكيت مع قائد جبهة ديليل الداخلية وحكيت مع جميع المسؤولين الطيب بلد واحد وخمسين ألف نسمي هرعوا إلينا الكثير من البلدان المجاورة من الطير وكان نسوي كخافيائير والمستوطنات وحتى من كفر كاسم أجوا على البلد مشان يعملوا الفحوصات مما أدى إلى ازدحام زائد وظيفة الجبهة الداخلية ووزارة الصحة أن يبعثوا الأناس المهنيين للفحوصات وأن يبعثوا المنظمين معهم بلدية الطيبة صخرت لهم الأماكن إن برح إحنا الوالدين المنظمين مشان يعملوا النظام بين الناس لكن إحنا للأسف فيه ناس اللي بتيجي بدهاش تستنى بالدور أو الأمهات اللي بتقول لك عندي ثلاثة ولاد وشي مما أدى إلى يعني مشاحنات كلامية بين الناس خارج منطقة الفحوصات ولكن أن يتمادى البعد بهدف لتشويه سمعة الطيبة هذا مرفوض جملة وتفصيلا وعيب على كل صحفي الدعي أنه صحفي نشر الأخبار المغلوطة دون الرجوع أنا كان للمبيرح محادثي طويلة مع قائد الجبهة الداخلية وحتى في النهاية يعني عملنا سحاتي في عداء يعني مكالمة جماعيلية مع الموجودين في النقطة وهو فهم الموضوع وهم يتحملون المسئولية لحل الضغط إحنا كانت نقطة الفحوصات موجودة في قاعة الشافعي توجه إلي لجنة الأولياء بقولوا مزبوط هي جنب المدرسة ولكن في ناس اللي بتيجي ممكن هتكون مصابة يعني ممكن أنه الأولاد أنهم ينصابوا وهم مروحين من المدرسة فأنا تقبلت وتفهمت عشان هيك نقلناها على مؤسسة رسمية اللي هي بيت الضياف الشمالي اللي فيش اختلاط ولا مع أي إنسان وأنا تفهم الناس يعني اجران بكلوا لك إحنا بدناش وهذاك بيحكي لك إحنا بدناش البلد حمراء اليوم فيه انخفاض في النسبة إحنا في طريقنا للصفراء وأنا مبسوط وأخيرا إحنا سنين أكثر من سنة ونصف ندعي الناس تروح تعمل الفحوصات ونه تتحصن أنا مبسوط أنه كمية الفحوصات بشكل رهيب زادت واليوم بالصدف اليوم وبكرة في المدارس الثانوية ناقصنا 10% لكي نصل إلى 70% لفتح المدارس الثانوية وأنا مبسوط أنه المدراء أخذوا المبادرة بالتعاون مع البلدية سوف يكون هناك أمبولنسات للفحص لـ 10% حسب أسماء مرفقة مسبقا ويعمل الفحوصات في الوقت اللي منوصل إلى 70% حتى لدرس الثانوية رايحة تنفتح كمان مرة أنا أشدد أنه كل الأخبار التي تناولت حول مفرقعات وحبس من يقوم بالفحوصات هو عارع عن الصحة وكذب وعيب على كل إنسان وأي صحيفة وأي موقع روج لهذا الموضوع أحد أسباب الإكبال الكبير على محطة الفحوصات هو إخراج طلاب للحجر الصحي الآن يتحدثون عن نموذج بايلوت يسمى الصف الأخضر طالب مريض يخرج للحجر باقي الطلاب يستمرون بالتعليم مع فحوصات شبه يومية على ما يبدو سيتم اختيار عدد من السلطات المحلية لأنه يجري فيها هذا النموذج في البداية هل نموذج من هالنوع كأنت كرئيس بلدية كيف تنظر إليه مع صعوبة تطبيقه هل ترى بأنه الطيبة ممكن أنها تشارك فيها أول إحنا شاركنا في النموذج الأول اللي كان في بداية الكورونا في مدرسة عمال على اسم يوسف شهين أخذونا كنموذج وفتحنا الصف في الأيام اللي كانت للبلدان حمراء نحن مستعدين أن نكون نموذج لكي تعود الحياة إلى مجاريها ما صدكنا هي المدارس تفتح إلى أهالي أنت يعني الكم الهائل من الفحوصات هو فقط للطلاب أنت ما بتشوفي اليوم ناس كبار اللي جاي تعمل فحوصات أو جاي تأخذ التطعيم والسبب واضح هناك بلبلة هناك بلبلة وزارة المعارف كل اثنين وخميس تطلع لنا تعليمات جديدة الولد لازم مرتين في السبوع يعمل الفحوصات وبدون المرتين في السبوع يقدرش يفوت على المدرسة فأنا توجهت أنا توجهت للوزيرة ولوزارة المعارف اطلعوا يعني تعليمات واضحة أنت ما بتقدر بدهم هيك نعمل يمدونا يعطونا الفحوصات البيتية اللي فتحنا فيها المدرسة السنة الدراسية وإحنا منوزح على الطلاب ولكن أنه تعطيني نقطة فحوصات واحدة لبلد 51 ألف نسمة بيجوا من الجيران 55 ألف نسمة على نقطة فحوصات مستحيل حتى لو أنك أنت بتحكي عن سويسرا أهل سويسرا رحين كمان يتضمروا ويعملوا الفوضى اللي صارت مبرح لأنه أنا بتفهم في أمهات عنديني أولاد في عالم أولاد اللي هم خايفين هناك أنه الموجودين أكيد في ناس اللي هي مصابة مش بالصدفة بين 5 إلى 8% كل يوم عنا من المدارس قاعدة بتسكر بسبب الإصابات فالحل هو أكثر محطات كمان مرة محطة درايف إن غربي المدرسة الثانوية جنب الجسر السكي نقطة درايف إن في منطقة أبو الهواء وثلاث محطات في بيت الضياف الشمالي وبيت الضياف الجنوب وفي نقطة الإتفائية هذا طلبنا غير هيكي مش حيني تعاون مع وزارة الصحة ولا مع جبه الداخلية الهم عليهم المسئولية الأولى والأخيرة لتوفير جميع الفحوصات والتطعيمات للمواطنين في الطيبة والدولة بشكل عام البلدية اتخذت قرار اليوم إنها ما تفتح محطة الفحوصات بس هيكي بجمولتين يعني شو السبب هذا صحيح أولا زي ما حكيت لك إنه فيش عندهم كوة بشرية في وزارة الصحة بسين يعني محادثة مع أي من سيف ولكن بسبب عياد اليهود فيش عنا كوة بشرية إحنا وقفناها يستجيبوا له طلباتنا لخمس نقاط وإذا لو أني ما عملتش هاي الخطوة أخي العزيز والمشاهدين اليوم نفس الفيلم كان رجع للبلد العالم كل يات بدأت تتشع فيه اثنين ثلاث بدهم يكونوا بس يعملوا فحوصات مئات ونفس اللي شي يعني الناس فيه ناس اللي تيجي اللي للأسف بقول يعني فيش عندهم صبر وبدو يفوت أول واحد وانا دوري وبدوهم مش يأخذوا وإحنا حطينا خمس منظمين اللي لازم وزارة الصحة تتحط المنظمين بتأمل إنه مطلبنا الشرعي وحقنا إنهم يعطونا الخمس نقاط وسوف ترى في حال وجدت الخمس نقاط سوف يتوزع جميع أهالي الطيبة حسب المناطق وإحنا عنا منظومة رح ينشتغل عليها حتى إنه يكون يعني تسجيل مسبق يوميا مشان كل يوم خمسمية ستمائة واحد يسجلوا نقدر نكون في هذا الخمس هناك أخبر يذكر أن الشرطة تطرقت إلى ما جرى في محطة الفحوصات في الطيبة إذ قال متحدث بلسانها تلقت الشرطة مساء أمس عن بلاغ عن تجمهر مواطنين عند محطة فحوصات الكورونا في الطيبة وذلك على خلفية احتجاجهم على إغلاق المحطة وعدم إتاحة المجال الجمهور لإجراء الفحوصات دورية الشرطة وصلت إلى المكان وعملت على تهدئة الجمهور وبخلاف ما نشر فأنه لم يتعرض أي شخص في المكان للاعتداء ولم يتم إطلاق مفرقعات نارية إلى الموضوع التالي نبقى في شؤون الكورونا إذ أنه من المكرر أن يتم نحو بعد نحو أسبوعين وتحديدا في الأول من أكتوبر تجربة نموذج الصف الأخضر في إطار محاولات وزارة الصحة ووزارة التعليم خفض عدد الطلاب الملزمين بالحجر الصحي بعد انكشافهم على مصاب بالكورونا ووفقا للمعلومات الأولية فأن التجربة ستستمر نحو أسبوعين حتى ثلاثة أسابيع في حوالي مائتي صف في مدارس ابتدائية في بلدات ضمن القائمة الحمراء والبرتقالية ما هو النموذج الصف الأخضر؟ في حال اكتشاف إصابة طالب بالكورونا يتم إلزام طلاب الصف بإجراء سبع فحوصات كورونا في اليوم الأول من الانكشاف على الإصابة وبعد مرور سبعة أيام عليها يتم إخضاع الطلاب لفحص بي سي آر باقي الأيام ما بين اليوم الأول والسابع يتم إخضاع الطلاب لفحص انتجن سريع المسؤول عن تنفيذ الفحوصات مؤتمنوا الكورونا الذين من المفروض تعينهم في المؤسسات التعليمية مع بداية الشهر القادم في حال كان 40% من الطلاب مصابون بالكورونا خلال أسبوع أو 60% منهم أصيبوا بالكورونا خلال أسبوعين متتاليين يتم وقف اشتراك المدرسة لنموذج الصف الأخضر نتائج الفحوصات اليومية تصل لمدير المدرسة وليس لأولياء أمور الطلاب للاستزاد أكثر حول مجمل هذه القضايا ينضم إلينا في الستوديو في بث حيوانباشر الناشط الاجتماعي والسياسي المحامي يوسف جمع أهلا ومرحبا بك تحياتي أستاذ شاكل لك وليجمال مشاهدة هناك عشرات الألاف من الطلاب الحجرة الصحي كسم كبير منهم طلاب عرب كيف يمكن استمرار بهذا الوضع مما لا شك أن الوضع هو مركب ومعقد جدا فيه مصطلح في وسائل الإعلام العبرية بدنا نسمعه أو بتردد في الفترة الأخيرة بسموه تبوح دماء لهيت حام يعني حبة البطاطا الحارة فبنشوف أنه حبة البطاطا الحارة لموضوع الكورونا والتعليم كل الاتجاهات أو كل الجهات المسؤولة بتحاول أنه تركي أو تور أو ترمي من إيدها المسؤولية حبة البطاطا السخنة لطرف ثاني يعني بنشوف أنه وزارة السحة بترمي المسؤولية على وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم تلقيها على السلطات المحلية والسلطات المحلية بتحاول أنه تحمل المسؤولية للأهالي وهون بنشوف أنه من الواضح انه الضحية الاولى والاخيرة هم الاهالي يعني لما وصلنا مع ابتتاحية عن العام الدراسي لما تم او كان قرار انه راح يوزعوا الجهاز الفحص لكل طالب وطالب حتى انه يعمل الفحص 48 ساعة قبل ما انه يحضر الى المدرسة وبالفعل تم الافتتاحس للعام الدراسي الغالبية الاهالي كاموا بالفحص وعبوا النموذج او تم توقيع لنموذج صحي انه كمنا باجراء الفحص نفسه وانه الولد خالي من الامراض ما عندوش عوارض وافتتحنا السن الدراسي ولكن سرعان ما شفنا انه هناك كان فيه اصابات في الاصابات هاي كان تم اغلاق صفوف كثيرة سواء في البلدات العربية او في البلدات اليهودية وطبعا كان مرفق لهذه الاجراءات كان فيه طلب من وزارة الصحة او كمان وزارة المعارف انه كل صف بتم اغلاقه من المفروض انه طلاب يجروا فحص بي سي ار فاننا بنشوف انه في البلدات العربية ومش بس اننا في الطيبة يعني كابل يومين اسمعنا عن حالة في باكا في جات في كالانسا ويكابلها بفترة ومبارح كان عندنا في الطيبة من المفروض انه يكون فيه تنصيق تام بين الجهات الرسمية اللي بصير هو كالاتي لما فيه عندك عدد صفوف في نفس اليوم اللي المعلمين ومربيون صفوف بتواصلوا مع الاهالي وبكلولهم فيه في الصف ابنكم طالب اللي هو مصاب وتمت يعني تم تأكيد الاصابة فمن المفروض انه الطلاب يعملوا فحص بي سي ار فحص البي سي ار من المفروض انه الجهات الرسمية مثل الجبهة الداخلية السلطة المحلية ووزارة السحة يوفروا مركز للفحوصات فلو كان هناك اعداد مسبك يعني لما بيكون فيه تنصيق بيكون انه مثلا احنا اليوم اعلننا لا خمستاشر صاف انه اولادكم عليهم اجراء فحص بي سي ار فبكون متوقع سلف يعني مسبقا اعداد الطلاب اللي سوف يقومون باجراء الفحص وتهيأت الوضع ولكن مثل ما ذكرت في السابق كل جهة تحاول ان تلك اللوم على الجهة الاخرى لا يوجد تنصيق يوجد الكثير من البلبلة وهذا السيناريو سيستمر يعني احنا ما بنشوف انه هناك والله في حل جذري وفي هناك قرار مهني ممكن ان ينهي موضوع البلبلة في اجراء الفحوصات وعودة الطلاب اخراجهم للحجر الصحي انا في الافق القريب لا ارى حلول حلول بامكانها ان تكون ناجعة وان تخفف الضغط على الاهالي اذا ما رأيك بنموذج الصف الاخضر الذي سعرضناه قبله كليل هل هو برأيك قابل لتنصيق حسب رأيي اذا كان هناك تنصيقتان ما بين مدير المدرسة المعلمين الاهالي ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وهذا بحاجة الى استثمار كوى وموارد كثيرة انا ارى من تجربة السابقة على مدار السنة ونوص السابقة من بداية ازمة كورونا جميع التجارب كتفشلت انا نرى انه موضوع كورونا يلازمنا وهو مستمر معنا من بداية شهر ثلاث اللي هو شهر مارس 2019 انا اليوم موجودين بشهر تسعة الفين وواحد وعشرين فالموضوع ملازمنا واستمر معنا وكانت هناك الكثير من اجراء من النماذج يعني كان فيه موضوع الفصل كل 18 طالب يكون في صف او في فصل اخر كان هناك محاولة لاجراء فحوصات داخل المدارس كان هناك محاولة نحن نتحدث عن موضوع التطعيم للجيل الصغير كمان فنشوف انه الامور هي اكثر فيها الكثير من الضبابيه ممكن اذا اتحدث جميع الجهات وكان فيه تنصيق تام وكان فيه عمل مهني ممكن انه نوصل لمرحلة من النوع ولكن انا من وجهة نظري ليس هذا هو الحل الحل هو اخذ كل المدرسة كعينة كبايلوت بسموها ومن خلال هذه المدارس يتم تجهيز يعني بكون فيه تنصيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم المدرسة نفسها يكون لها استقلالية في موضوع الفحوصات في موضوع الحجر الصحي يعني على سبيل المثال امبارح كان فيه الحالة اللي صارت عنا في الطيبة يتخيل انه اكمن صف امبارح خرجوا لحجر صحي انطلب منهم يعملوا فحص البي سي ار فبنتفاجأ ونشوف انه كان فيه يعني قدموا الى الطيبة الكبار رهيب ايضا من مدن مجاورة وكرة مجاورة عرب ويهود فاللي بصير انه كمان هذه مراكز الفحوصات هي يعني بنسميها موكيد لهيدا بكوت يعني هي عبارة عن بؤرة لانتشار الفيروس لان ما بكون في عندك صف اللي خرج له حجر صحي وكان فيه طالب مصاب فمن البديه جدا انه طالب او اثنين او ثلاث ممكن انه انتشرت العدل بينهم ما دمت قد فتحت موضوع ما جرى في الطيبة امس حالة من الفوضى في محطة فحوصات الكورونا اليوم تم الاعلان عن الغاء الفحوصات مع العلم عن الاكتباد والفوضى تم تسجيله فيه محطات فحوصات اخرى يعني سواء في بلدات عربية او يهودية وبالاخر وبالنهاية ما رأيك بنشر اخبار الكاذبة عن الكام وفرقعات تجاه معطات فحص الكورونا مما لا شك انه اللي بعرف اهل الطيبة اهل الطيبة هم ناس على درجة عالية من الثقافة ومن الوعي ومن الاخلاك ولكن كمان مرة ومثل ما ذكر رئيس البلدية في السابق من خلال البث السابق لما انت بتدعي ما يقارب العشرة لخمستاشر صف في كل صف في عندك اكل شي ثلاثين طالب يعني احنا بنحكي عن ثلاثمائة لأربعمائة شخص الي من المفروض انه يتواجد في مركز الفحوصات وفي المقابل في عندك اثنين او ثلاثة اللي بيجروا الفحوصات الممردين او اللي بيجروا فحوصات الكورونا فمن المفروض كان فيه هناك تنصيق مسبك انه اليوم رح يكون عندنا بين الثلاثمائة للأربعمائة للخمسمائة طالب من المفروض نعملهم الاجراء اجراء الفحص هذا فلو كان فيه استعداد مسبك وانت تكون قادم من غير الطيبة يعني يعني انا صراحة يعني في الامس مريت بجانب بيت الضيافة مرتين من هناك اول شي كان فيه ازمة تسير يعني المنطقة كلها كانت مسكرة وبالفعل انا شفت وجوه غريبة انه ليس من اهل الطيبة يعني وجوه اللي ليس مألوفة وطبعا انا بعرف كسمي كبير من اهل الطيبة شفت ناس عرب ويهود جايين يعملوا الفحوصات فالفحوصات هذه كانت معدي لطلاب اللي في نفس الفصل كان فيه طالب عنده اصابة مؤكدة والمعلمين طلبوا اجراء فحص بي سي ار مين طلب من المعلمين انه يحكموا مع الاهالي لاجراء فحص بي سي ار وزارة التربية والتعليم فلو كان تنصيق مسبك بين وزارة التربية والتعليم وجبهة الداخلية انه اليوم في عنا 300 الى 400 طالب رايحين يجروا الفحوصات وكان هناك استعدادات مناسبة للأعداد ومثل ما ذكر حتى لو في سويسرا انت تدعي 500 او 600 او 700 طالب يجروا الفحوصات هذه يعني فيه ناس سمعتها وكانت بتواصل معي احنا وصلنا لهناك اتداء من الساعة 2 دورنا كان المفروض انه يكون الساعة 8 انت تخيل من الساعة 2 الى الساعة 8 معك طفل او اثنين اللي موجودين من شب تجربه ايش بسيط ايش بسيط فالحدث مبارح هو من يتحمل المسؤولية هي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وكمان مرة اذا بنرد نرجع على نفس عدم او اللا موبلاة وعدم التنصيق ممكن ان مثل هذا اذا العرار الرئيسي هو التنصيق بين مدير المدارس فقط اذا نعود للموضوع التقييدات الحكومة اتخذت او تتجه لاتخاذ قرارات بتخفيف تقييدات الشارع القضراء للاطفال والاولاد في برك السباحة والفنادق لكن الله يسألون ماذا مع المدارس لماذا في الفنادق واماكن السباحة مسموح وفي المدارس غير مسموح ليس فقط في المدارس وفي اماكن السباحة احنا نحكي عن المجتمع العربي بتشوف انه في الاشهر الاخيرة يعني العراس والافراح هناك اختلاط بين الناس وما فيش كثير الالتزام العراس عادية العراس عادية الاسواق عادية المحلات التجارية عادية ومباريات كرة القدم عادية وكمان مباريات كرة القدم فنشوفنا بس في موضوع المدارس موضوع المدارس صحيح انه هناك الطلاب يمكثون لساعات داخل الفصول او داخل الصفوف والى اخره ولكن نحط النقاط على الحروف انا في الامس بالصدفة نشرت عبر صفحتي على الفيسبوك انه اول دولي باشرت في تطعيم مواطنية هي دولة اسرائيل واكبر نسبة متطاعمين في العالم كله وانا بحكي بشكل نسبي ودولة اسرائيل ولكن حسب المعطيات اللى يتم نشرها عبر وسائل الاعلام ومن مصادر وزارة الصحة يعني في اليوم الاخير كان في عشر تلاف اصابة فاذا احنا عنا في الدولة اكبر عدد متطاعمين واول دولة بلشت في التطعيم وفي المكابل بنشوف انه عدد الاصابات في الالاف اذا يجب اجراء فحص جديد لموضوع التطعيمات وموضوع التقييدات نشوف انه التخبط هو سيد الموقف سواء في وزارة الصحة او وزارة التربية والتعليم يعني كل شيء مسموح المتاجر الكينيونات المجمعات التجارية الأعراس الأفرح الحياة مستمرة بشكل عادي وبلاش نكتب على بعض وفقط تقتصر على المدارس ونعرف كمان انه على مدارس العام والنصف سنة ونصف يعني اذا ننظر للمعطيات اللى هي من خلال السنة ونصف الأخيرة بنشوف انه ما كانش فيه طفل واحد لا سمح الله او قدر الله يعني تسبب اصابته بفيروس كورونا لحالة وفاة او انه كان فيه وضع خطر الا اذا كان الطفل نفسه فيه عنده امراض كانت يعني مزمنة وامراض اللى هي عنده بسموه ريكع هستوري اريد ان اسمع رأيك بقرار سكرتير العامة لنقابة المعلمين يافا بن دبيد القاضي بوقف اجراء مديري المدارس والمعلمات والحاضنات تقصي الوبائه هي تطلب منذ فترة تعيين مؤتمنين يعني للكورونا في المدارس ما رأيك بذلك حسب بغاية يعني مع هذا القرار وهذا القرار هو سليم لانه وظيفة المربي او المعلم او مدير المدرسة هو نقل رسالة تربوية وتعليمية للطلاب يعني لا يمتلك الكفاءات الطبية والاجرائية في موضوع الصحة لا يجب ان يكون في كل مدرسة مسؤول خاص عن موضوع الفحوصات واجراء الفحوصات ومتابعة احوال الطلاب مين موجود في الحجر الصحي مين كان عنده اصابة مؤكدة هاي الامور هي تضيف او تضاعف العمل في داخل جهاز التربية والتعليم هي تضاعف وتضعف في نفس الوقت من مهنية والرسالة اللي ممكن انه مدير المدرسة او المربي او جهاز التربية والتعليم ككل انه ينقلها للطلاب فانا مع واحترم هذا القرار وهو قرار في الاتجاه السليم شكرا لك اخ يوسف جمعة المحامي شكرا لك او لجميع المشاهدين اعزائي المشاهدين ننتقل الان الى النقب اذا انضموا الينا في بث حي مباشر مراسل قناة هلاء الفضائية حسين العبرة ابن ريد الحديث معه عن قضية الاقبال الضعيف على التطعيمات ضد الكورونا في صفوف المواطنين البدو وبشكل خاص في مناطق التجمعات البدوية والكورة البدوية غير المعترف بها مساء الخير الزميل حسين العبرة مساء الخير الزميل شكرا مباشر لك والمشاهدين اهلا بكم نعم تواجد في قرية حورة بالتحديد وهذه واحدة من القريتين في منطقة النقب البلدات الحمراء حورة والتل السبعية بلدات حمراء بسبب الارتفاع الكبير بحالات الاصابة بفيروس الكورونا نقول ان 920 حالة اه او ناشطة اه في منطقة النقب بشكل عام وبالنسبة للتطعيمات كما ذكرنا ايضا بالامس ان هناك يعني اقبال ضعيف جدا على محطات التطعيم في وقت تزداد في الحالات النشطة نعم بالنسبة للحالات النشطة لهذا اليوم في مدينة راهط 353 حالة في قرية عرعر 80 في حورة 52 في كسيفة 35 في اللقية 49 تل السبع 147 شقيب السلام 56 وفي قرى القصوم والقرى غير المعترف بها 148 حالة ناشطة لهذا اليوم نعم بالنسبة للتطعيمات في منطقة النقب وصلت تقريبا الى 6000 تطعيم في كافة البلدات بجانب هنا السيد فرحان ابو رياش مسؤول لقسم الصحة في مجلس حورة المحلي استاذ فرحان مساء الخير اولا يعني تعطينا ايش السبب في انه بلدات حورة من البلدات الحمراء في البلاد مساء الخير لك اخي حسين ولجميع المستمعين بلدات حورة اليوم كما نعلم ان اليوم هي في الدائرة الحمراء للأسف الشديد هناك 52 اصابة من هذا الوباء طبعا في الاسبوع الاخير 26 حالة من ضمن 52 حالة منطقة حورة هناك التعليم الذي ابتدى التعليم في بداية السنة اللي هو بدأ التعليم والتعليم عن اليوم اللي هو ادخل الوضع اليوم احنا موجودين فيه في الدائرة الحمراء يعني انتوا بدأت التعليم بشكل عادي في المدارس وبعدها يعني بسبب الاتشار الكبير الآن التعليم عن طريق الزوم نعم اليوم عن طريق البعد بتعلم عن طريق بعد طلاب بس الموضوع اللي لازم نشرحه اكثر هو انه بالنسبة للدائرة الحمراء وتعليمات وزارة الصحة هي تعليمات غير منطقية وخصوصا للقرى البدوية من خلال الدائرة الحمراء عدد المصابين مثال اعطيك اخي حسين اليوم عدد سكان حورة اللي هو اثنين وعشرين الف وهي تعرف في الدائرة الحمراء من خلال اثنين وخمسين حالة حالة فعالة هذا الدائرة الحمراء وهو اللي هو الرمزور الاشار الحمراء لا ينطبق او التعليمات لا تنطبق على القرى البدوية في الجنوب وخصوصا حالة واحدة او عائلة كاملة تستطيع ان تدخل حورة في الدائرة الحمراء من خلال الاصابات الفعال نعم ولكن ممكن السبب يكون بسبب الاقبال الضعيف على التطعيمات وعلى اجراء الفحوصات ايضا في قرية حورة مش بالزبط انه هذا السبب لكن اليوم اللي احنا موجودين فيه سبب اليوم اللي احنا موجودين فيه بالنسبة للدائرة الحمراء احتمال كبير انه يكون من عدم اخذ التطعيمات اليوم احنا عندنا مخاوف كبير من التطعيمات من قبل سواء من الاهالي او سواء من الطلاب عدد اليوم اللي اخذوا التطعيم في الوجبة الثالثة هم 500 شخص فقط لا نرى تزايد في هذا العدد وخصوصا اليوم ان الناس في عندها تخاوف من التطعيمات ماذا تعملوا حتى يعني تقووا لقبل التطعيمات واجراء الفحوصات في قرية حورة بشكل خاطئ اليوم هو الشرح اولا الشرح محاولة اقناع الجمهور محاولة اقناع المواطنين على أن يقوموا في التطعيم وهذا لمصلحة الجميع مصلحة صحة كل إنسان موجود في حورة اليوم لا يوجد محطات للتطعيم نهائيا لا يوجد محطات للتطعيم نحاول طلب محطات للتطعيم في بلدة حورة فللأسف الشديد وزارة الصحة لا لديها القابلية لتحصيل هذه الخدمة للمواطنين في حورة أو غير حورة ونقول أيضاً أن المناسبات المستمرة الأفراح وغيرها يعني رغم أن البلد ضمن الدائر الحمراء طبعاً المناسبات المستمرة أنا بحب أني أوضح نقطة يا أخي حسين من خلال منبركم أنه اليوم للأسف الشديد الطلاب الذين أرسلوا التعليم عن بعد مثلاً المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية عندهم نضوج ومفهوم لموضوع أخذ الحيطة والحضر وللأسف الشديد اليوم يتعلمون عن البعد والطلاب الذين في الابتدائية والطلاب الذين في الحضنات والأروضات للأطفال اليوم يتعلمون عادي وهذا للأسف الشديد مؤشر على انتشار الوباء في بلدة حورة وفي البلدات المجاورة وفرصة لتوجه كلمة إلى سكان حورة والمنطقة من أجل صحتكم وصحت الأفراد العائلة أوجه نصيحة لكل مواطني حورة ولمواطني القرى المجاورة لحورة مهم جداً عندما نأخذ التعليمات للحجر الصحي نلتزم بالحجر الصحي مهم جداً نلتزم للحجر الصحي ولا نأخذ بالضرر للآخرين من جراننا أو من باقي المواطنين في بلدة حورة طرحان أبو رياش مسؤول قسم الصحة مجلس حورة شكراً جزيلاً شكراً لك حسين نعم زميل شاكر قبل أن نعيد البث إلى الاستوديو نقول أن عدد الوفيات في منطقة النقب منذ انتشار الفيروس فيروس الكورونا وصل إلى 89 حالة فقط في مدينة رهض 38 حالة وفاة بسبب فيروس الكورونا وهذا مؤشر خطير بالتأكيد من قرية حورة نعيد البث إلى استوديوات قناة هلا شكراً لك زميل حسين العبرى فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نتابع باقي الفقرات كونوا معنا أهلاً بكم كان طباخوة العراس والفنادق والمناسبات المختلفة من أول وأبرز المتضررين من جاحة الكورونا اتتم إغلاق أماكن عملهم لفترة طويلة ومنع تجمهر الناس لأكثر من مرة اليوم بعدما عادت العراس وسمحت وزارة الصحة بفتح قاعات الأفراح وفي ظل عمل الفنادق تحت تقييدات الشار الخضراء عادت طباخون إلى مطابخهم ليقدموا أشهر أطباق للناس للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو في بث حية ومباشرة الشيف ماجد أبو تاي من الناصرة وهو طباخ فنادق وأعراس وأيضاً الشيف نوال حجازي من طمرة وهي طباخة كتيرينج ومناسبات أهلاً وسهلاً بكم في البداية نبدأ معك الشيف ماجد أبو تاي هل لك أن تعرف الجمهور على نفسك ومنذ متى وأنت في عالم الطبخ أولي شي مساء الخير وتحييي للمشاهدين وتحييي لطاكم كناة هلا أهلا وسهلا بكم أنا الشيف ماجد أبو تاي من الناصري طباخ طبعاً في المهنة حوالي 30 سنة متنوع عدة الأعمال في الطبخ إن كان شغل فنادق وشغل نعم نحن نشاهدون على الشاشة هذه الأكلات الشعية كما يبدو نعم وطبعاً أكل مطاعم وتزيين بوفيهاد وكذلك الأمر أفراح أفراح السعيدة طبعاً الشيف نوال حجازي عرفين أنت أيضاً عن نفسك وعلى عملك نوال حجازي أنا من مدينة طمرة أنا أغلب شغلي بالكترينج وبدأت أخذ شغل لمناسبات يعني وعندي مطبخ بيت صغير الشيف ماجد كيف هي أحوالكم اليوم بعدما جنستم فترة طويلة في البيوت بسبب الإغلاقات المتكررة الصراحة إحنا كمان حبيت أن أقوه بالموضوع أنه إحنا نتابعين لمجموعة طوب شيف برئاسة الأخ محميد صبحي محميد اللي هي طبعاً إنها عدة فعاليات داخلية أحد الفعاليات الداخلية اللي هي كرسات للطاكم الموجود للأعضاء أما الفعاليات الخارجية اللي بنعملها فهي فعاليات اللي تابعة لنوادي المسنين مكدم عدة مساعدات نروح كل الطاكم نعمل أكل للمجموعة للمرضى في النادي المسنين وهذا اللي بيرفع عن حياتهم ومغير جو عندهم الشيف نوال حجازي اليوم يتم تنظيم أعراس في البيوت وفي القاعات هل تشعرين بذلك؟ هل عاد الطلب على خدمات الطباقي؟ عادة بس بشكل خفيف مع تقايدات كثيرة أخ ماجد نريد أن أسألك كطباق عملت لسنوات طويلة وبنظرة إلى الوراء ما الذي يتغير في الأعراس أعراسنا نحن ومناسباتنا بعدما دخلت الكورونا حياتنا؟ صراحة تغيرت كثير الشغلات ألا وهي صار في نوع من التكيد في عدد المعزيم الموجودين في الأرص بحيث أن الواحد ما يبالغ في إعداد كمية كبيرة من الطعام طبعا في آخر المطاف سنكبها لزبالي أو المهملات فصار في نوع من الاقتصاد والتوفير على صاحب الأفراح هذا السؤال أريد أن أوجه للشيف نواد حجازي هل من تغير تلحظينه على عادات الناس بعد الكورونا؟ هل اختلفت الميزانية التي يخصصها الناس للطعام في مناسباتهم؟ طبعا طبعا اختلفت جدا من ناحية توفير اقتصاد كنا نصرف كثيرا على المناسبات من ناحية أعداد المعزيم اللي أكل الشروب اليوم كله صار في تقيدات وكثير كثير يعني أثر حتى أثر من ناحية اجتماعيات على الناس أريد أخ ماجد أريد أن أسألك هناك بعض المدن والكورة تختصر في الطعام والشراب وبعض الأماكن هناك أنواع عديدة على الطاولة يعني هو مصروف كبير جدا يعني مصروف كبير جدا طبعا طبعا الوضع الكورونا اللي كنا نحن فيه صار فيه نوع من التنويع الطعام بطل على نوع واحد طبعا من أجل التنويع الواحد كمان كي بقوله صار فيه نوع ملل من الأكل الروتيني اللي هو مثلا المناسب روز لبن صار فيه شغل اسمه الكيترينج اللي هي تنويع تحط مثلا نوع من استكاة اللحمة والجاج والسمك على المائدة وبذلك الأمر هذا كمان صار فيه عندك يتغير التكاليف أنت يعني بتؤيد هذا التنويع في الأكل أم من هناك صنف واحد يكفي أنا قايت في التنويع لكن بالتكيد بعدد المعزومين الموجودين وعدم الإصراف في الأكل لأنه طبعا ما يروحش للكرب بالرغم أنه في مؤسسات اللي إحنا بنبعت لها اللي هي بتوقد هذا الأكل بتوزع على العائلات المحتاجة أريد أنا سألك أي الأطباق هي الأكثر طلبة اليوم في الأعرس العرمية؟ أكثر أطباق طبعا في البيوت أو في الصلاة الأفراح يطلب كثير المناسف العربية أما من ناحية الوجبات اللي هي أغلى شوي اللي هي تغير تقول الأبطاط للخروف المحشية بالرز واللحمة هاي كثير عليها طلب وصار واحد يغير عن المشاوي لأنه صار المشاوي صار شكل تكليدي وحبي الواحد صار ينوع ويجدد أشيخ نوار حجازي هل هناك تغيير يعني؟ أريد أنا سألك عن المناسبات التي يطلب فيها الناس خدمات يعني كيترينج يعني أي مناسبات يطلبوا الكيترينج الخاص بك؟ يعني في مناسبات أعراس في أعياد ميلاد حتى في بيوت عزة اليوم اللي هي بطلط إحنا كنا متعاودين العزة يعني الجيران تعمل أكل اليوم في ناس اللي صاروا يطلبوا من بره كيترينج اللي يجي من يمانوت جاهزي وعادة الكيترينج مريح يعني يشمل أي نوع من الطعام؟ يعني بشكل عام كل شيء إيش بتطلب الكيترينج موجود حسب الطلب حتى وإن كان مطبوخ يعني أو أكثر أو أعادة نشوي أو الطبخ؟ أكثر الطبخ، الطبخ خلينا نقول ابتصنف الأكل للأجر على ثلاث مستويات المستوى العالي اللي هو بيأتي نوعيا غالي اللي هي مناسب خروف مناسب خروف أغلى إشي أغلى إشي تنقل للناحية تانية اللي هي درجة تانية اللي هي مثلا لحمة العجل اللي نحن متلحها عن طريق صواني كباب وكفتة أما أنا بركزوا على لحمة الخروف يعني لحمة الخروف يعني هاد أغلى إشياء هاد أغلى إشياء أما الصنف اللي هو الثالث اللي هو رخيص اللي هي مثلا جاجر محمر اللي مسخر اللي نحن كله مع البصل والسماء وهذا اللي بيمشي حتى بالإضافة لذلك صار كمان يضيفهم لخيه ويضيف كمان لخيه في العراس؟ مش في العراس في الميتم يعني في البيت الأجر أما في العراس فهي ما زالت على يا مشاوي أو طبيق رز لبا واحد من التنبيج إذا ماذا تسأل الشخص الذي يريد أن يقيم عرسا؟ ماذا تسأله؟ طلب منك إعداد الطعام؟ ما هي الأسئلة التي تسأله للتحضير للطعام؟ أول شغلة هي ما هي الميزانية اللي عنده اللي راح يكدمها؟ هذا حسنا حسنا بالميزانية أنا بصراحة بقاش تتغيل أنا بصريش يعطيني ميزانية مثلا واطي وكلو حب خروف رز لبا لا، فأنا بنصحه بشغلة ثانية اللي هي مثلا أكلة الشتورمة هي أكلة شعبية والليون درجة بالمجتمع العربي جدا أكلة خفيفة ونظيفة وبتعماليش كتير وجع أراس في الأراس حسنا حسب الميزانية نفرض أنه هو مدعو 500 شخص لحمة خروف مثلا يطلب منك لحمة خروف يعني كم تقدر الميزانية؟ 500 شخص عادة الشخص يكلف في الأرس من 60 إلى 80 ووصل إلى 90 شكل وهذا يشمل تأجير كراسي البارد واللحمة وأجار الطبخ عادة الوجبة تسعير الوجبة يعني تكون صاحب الأرس الوجبة لكل شخص تكلفه كده وكده هذا بالتنويه طبعا مكان عمل الطعام هذا وتحضيره إذا كان في البيت فراح يكلف أكل أما إذا كان في الكعب طبعا راح يزيد التكاليف الذي أجار الكعب الآن أريد أن أسألك شيف ماجد نصيحة تقدمها لكل صاحب عرصة ومناسبة على رأسنا كثيرة في هذه الأيام النصيحة المقولة أنه يعرف كده معزيم ويزيد كمان 10% ومش 30% أو 40% لأنه حرام في ناس بحاجة لهذا الأكل وحرام على البذخ ويزيد كمان يخفف من الشغلات الزيادة يعني على سبيل المثال أمثلة هي تفيد الناس طبعا طبعا الصانعين الحلوة لا ينزعج من الموضوع عندما تعمل رز لبن تأكل كنافي عندما تأكل شوارمة تأكل كنافي يتيجي مع بعضها شوية الرز لبن يجي تقيلة على المعدي فتأكل كمان تأخذ أكلة كنافي تقيلة صحيحي زاكي بلا شك لا جدل بس تقيلة على المعدي فممكن الواحد تقدم وجبة ثانية مثلا أكلة مهلبية خفيفة مع شوية كطر خفيفة هذا المنصح أريد أن أسمع منك شيف نوال نصيحة للجمهور أيضا طبعا زي ما حكى الشيف ماجد بثبوط الكورونا أثر علينا كثير سلبة بس كمان فيه شغلات اللي الناس عن جدة تعلمت منها يعني من ناحية صار نظام أكثر التزام بكثير شغلات الناس اللي التزمت فيها زي ما حكى هو على الميزانيات وعلى المصارف وتبعزق اللي كان بالإعراس وحتى بأي مناسبة هذا كثير الناس صارت تختصروا وهذا كثير يعني جاب شيء إجابي للناس انه الناس التزمت فيه يعني حرام زي ما قلنا احنا كنا نكب كثير يعني هون برضو كيف حكى كل منطقة احنا عنا منطقتنا مثلا تعمل رز ولبن وكبة وشغلات طب حرام هذا الأكل كله يروح بعد العرث في كميات كثيرة يعني دائما أبو العريس لا حرام اعمل يمكن الناس ذاتوك يمكن يجي يمكن طب ليش في اليوم صار ناس اللي تيجي تأخذ توزيع البيوت المسطورة بس مرات برضو بتشوف كثير كان كميات أكل تروح طبعا انا مجبورة حتى لو انا بدي أبيع أكثر بس كمان هنا لما انا انت جيت وسيط عندي على كذا شغلة وانت شفت انه انا بآخر النهار مهمك نجاح الحفلة ونجاح نجاح الحفلة ونجاح والناس مبسوطين هذا النجاح شف ماجد كما فهمت لجانب كونك طباخا انت تعزف ايضا على اي آلة تعزف ما الذي يجعلك تحب هذه الهوائلة انا اعزف الحمد لله على آلة العود وطبعا اتعلمتها من تلقاء نفسي بذاتي انا طورتها والشغلة هي سماعية ما تعلمت نوتا لحد اليوم ما بعرف اكرا بالمرة الجاي بجي منا العود والله كان لازم يجيبه وانت تعزف يعني الحان معينة اكتر انا بحب الالحان الشعبية وطبعا لام كالكوم لعبدالوهاب وانا طبعا كمان عضو في فركة موسيقية اللي بنحزف مع بعض اصحاب واحد بدوك على كمانجة واحد بدوك على العود واحد كمان مغني وواحد على اقاع بشكل فركة طباخين وفركة موسيقية ومرات انا بدمج بين التنتين بتلكيني بعمل ورشة طبيخ للطباخين وبجيب الفركة الموسيقية بتاعزف للطباخين مع بعض الشيف ماجد ابو تاي طباخ فنادك وعراس شكرا لحضورك الشيف نوال حجازي طباخة كيتيرينغ شكرا لحضورك شكرا لحضورك شكرا للمشاهدين قبل ان نختتم برنامجنا لهذا اليوم ننتقل الى محرر موقع بنت المناوب موسيقى 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 الباحثة تصرح عقد لعبه محمد فني لخمس سنوات اخرى وفي الصفحة الرئاسية لموقع بنت تشاهدون حلقة جديدة من بسام جابر يحاور وهذه المرة مع الناشط السياسي والاجتماعي في رهط وفي زاوية اخبارنا المحلية النيران تشب في حافلة في مدينة حيفا وقرية زلفاء تحتفل وتبتهج بتخرج سبعة اطباء من ابنائها وفي زاوية اخبارنا العالمية تقرؤون تقريرا عالميا يقول الرئيس الامريكي بايدن وضع حقوق الانسان في صدارة سياسته الخارجية ثم تراجع عن ذلك وفي زاوية الاخبار الفلسطينية تنظيم سوق العنب والمنتجات النسوية في بيت لحم وفي خبر اخر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقرر عدم حضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وفي زاوية اخبار الطيبة بلدية الطيبة تقول انه تم افتتاح محطات للفحوصات لفحوصات الكورونا ومحط التطعيم في الطيبة وفي زاوية الاخبار الرياضية اللاعب فرحات عبادي ابن قرية جديد المكر يوقع لاخاء الناصرة اما في زاوية الاخبار الرياضية العالمية مدرب انتر ميلان انزاكي يقول ان الفريق يرغب في طي صفحة الماضي بدور المجموعات لدور افطال اوروبا علما ان مباراة انتر ميلان وريال مدريد ستكون يوم غد الاربعاء هذه العناوين وغيرها تقرؤونها مشاهدنا الكرام في موقع بنت عودة اليك زميلي شاكر شكرا على ما دمت ذكرت ان محمد ابو فني وقع لخمس سنوات في مكابي حيفا مكابي حيفا انهى قبل قليل المباراة ضمن بطولة المؤتمر الاوروبي مع فريق فينورد روتردام هولندا مكابي تل ابيب فاز على فريق الشكرات الارميني اربعة واحد ولا تنسوا اعزائي المشاهدين الليلة برشلونة بايرن ميونيخ في ساعة العشرة الى هنا نأتي الى ختامة للحلقة من برنامج هذا اليوم يمكنكم ان تتابعوا كل الاخبار والمسجدات على مدار الساعة عبر موقع بنت وتطبيق بنت حملوا الان التطبيق وحصلوا على كل الاخبار العجلة على هواتكم بشكل فوري شكرا لكم على حسن المتابع لكم اني شكر مواسي ومنطاكم البرنامج اطيب الامنية دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء